من المنتظر أن يمثل الرئيس الإيراني حسن روحاني أمام البرلمان الإيراني في الأيام القليلة القادمة للإجابة على أسئلة تتعلق بتعامل حكومته مع الأزمة الاقتصادية العاصفة التي تواجهها إيران لا سيما بعد عقوبات واشنطن الأخيرة فالتيار المحافظ بقيادة علي خامنئي والحرس الثوري الإيراني يدفعون باتجاه تحميل الرئيس روحاني فشل سياسة الانفتاح على الغرب كون الأخير ينتمي إلى التيار الإصلاحي وذلك بهدف امتصاص غليان الشارع والحيلولة دون تحول الاحتجاجات شبه اليومية إلى ثورة على نظام الحكم وبحسب وسائل إعلام إيرانية فإن هذه هي المرة الأولى التي يستدعي فيها البرلمان الرئيس روحاني الذي يتعرض لضغوط من خصومه المحافظين لتغيير حكومته بسبب فقدان العملة المحلية أكثر من نصف قيمتها وضعف النمو الاقتصادي وارتفاع نسبة البطالة ويقول محللون سياسيون أن وصول روحاني صاحب النفوذ الأضعف قياسا بنفوذ خامنئي إلى الرئاسة كان الهدف منه مغازلة الغرب وإيهامه بأن طهران ستسير نحو الانفتاح في حين أن مؤسسات الدولة لا سيما الحرس الثوري والاقتصاد كلها بيد علي خامنئي ومساعديه من المحافظين أما الحرب الكلامية الجارية بين إيران وواشنطن فيقودها المحافظون حصرا بدلا عن روحاني إذ هدد قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري بحرب طويلة مع أمريكا في المنطقة سليماني طلب من ترامب عدم مخاطبة روحاني وإنما توجيه الكلام له شخصيا معتبرا أن روحاني ليس ندا لترامب بقاء حسن روحاني رئيسا أو رحيله لن ينقذ البلاد من العقوبات الأمريكية المقرر سريانها في شهري آب وتشرين الثاني القادمين بسبب تمسك إيران برعاية ميليشياتها في المنطقة وتسويقها خطابا تصعيديا بدأت تستاء منه دول الجوار بشكل واضح إذ تجمع مصادر صحفية محلية أن إيران لا تملك من الخيارات سوى تقديم تنازلات كبيرة لإرضاء إدارة ترامب أو تبني خيار التصعيد المفتوح وهذان الخياران يظلان بيد المرشد خامنئي والمؤسسات العسكرية التي يسيطر عليها المحافظون بعيدا عن روحاني ترجمة نانسي قنقر